أرحب بضيوفي أبدأ بك الأستاذ جون مسيحة الناطق باسم حزب التجمع الوطني مرحبا أهلا وسهلا ضيفي الثاني هو الأستاذ عبد المجيد مراري مرحبا أستاذ عبد المجيد أنت محامي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة FD الدولية مرحبا بك مرحبا ضيفنا الثالث يعرفه المشاهدون لكن نذكر هو الأستاذ المحامي مجيد بودن رئيس جمعية محامين في القانون الدولي أهلا وسهلا بك أستاذ المجيد طبعا يبدو لي أن أنسب افتتاح لهذا النقاش هو الجانب القانوني هل كانت فرنسا يعني ملزمة بأي إجراء قانوني ما لاستحضار هؤلاء أو مثلا ميلينا بوغدير لطلب الاتيان بها من العراق مثلا هي ليست ملزمة ولكن فرنسا عليها واجب رعاية مواطنيها مهما كانوا وميلينا بوغدير فرنسية وميلينا بوغدير فرنسية لذا واجب على فرنسا رعايتها ولكن الرعاية هي شيء واحترام السيادة القضائية لبلد آخر هو شيء مختلف ويجب التوفيق بين هذان الجانبين ولكن في احترام القرارات الدولة العراقية والقضاء العراقي فهناك للدولة الفرنسية تقدير وسلطة التقدير هل السلطات القضائية العراقية والسلطات العراقية بشكل عام يعني يمكن أن تكون مستقلة في إداء قرارها وأن تحفظ محاكمة عادلة أم لا وهنا يدخل جانب واجب الدولة الفرنسية لحماية مواطنيها وإن كانوا مجرمين غير موافق أنا غير موافق لسببين أولا إحنا لا نتكلم عن جريمة جنائية مثل الجرائم العادية التي تتم كل يوم القتل والسرقة والكلام ده إحنا يطبق على هذا المكافحين والمقاطرين قانون الحرب إحنا في حرب ضد داعش الدولة الإسلامية والحكومة الفرنسية عن طريق الوزراء قالوا كذا مرة أن هناك حرب على الإرهاب فينبغي علينا أن نطبق قوانين الحرب ماذا يقول قانون الحرب؟ قانون الحرب يقول أن هؤلاء المقاطلين الفرنسيين خوانا فالخيانة أثناء الحرب لا تحاكم ولا يتنظر لها بنظرة القانون العادي الجنائي العادي ده أول شيء تاني شيء بالنسبة لفكرة أنهم مواطنين أنا عايز أفكر المشاهدين أن هؤلاء المقاطلين الفرنسيين لما كانوا بيهاجروا إلى الدولة الإسلامية داعش أول شيء كانوا يفعلوه أول ما بيوصلوا على أراضي داعش كانوا بياخدوا الجواز الصفر الفرنسي أو البطاقة الشخصية الفرنسية ويحرقوها أمام الكاميرات ويقولون إحنا أصبحنا غير فرنسيين لأن ده وطننا الجديد ملينا أبو غدير هل فعلت ذلك؟ جوزها فعل ذلك وهي نفسها لما لقوها لما تم القبض عليها كانت في بناية مدمرة مستخبية في الكهف البناية ومعاها التليفون المحمول بتاع زوجها وبتاعها ولما السلطات العراقية استجوبتها على صور المقاطلين التي لسه كانت موجودة على التليفون المحمول رفضت التعاون مع السلطات العراقية وفي نفس الوقت من الناحية الأخرى تقول أنا مليش أي دعوة بدأ كله ده أنا مشيت وراء جوزي واندحك علي طب أنت لو أنت اندحك عليك فعلا وعايزة توري يعني يعني صفية نيتك طب تعاوني تعاوني مع السلطات يعني قولي مين دا ومين دا ومين دا عشان إيه يعني حتى تخففي من موقفك هي رفضت تماما أن أي نوع من التعاون رغم أنها عارفة وأخبالك فإحنا بنعتبر أن الناس دي اختارت وطنها وأخبالك فما فيه يعني لا يوجد أي معنى اللي إحنا بنقوله إن إحنا نرجع هؤلاء المواطنين لأن إحنا بنعتبرهم غير مواطنين ولو كانوا مواطنين فهم خوانة ولازم يطبق عليهم قانون الحرب وقانون الحرب يقول إن الخوانة لازم يتحكبوا طبعا في الحتة اللي تمسكوا فيها ويطبق عليهم قانون الإعدام قبل أن أعود إليك أستاذ مجيد بودن وأنت تحرك رأسك بما يشبه الرفض لما قاله أستاذ جون مسيحة أود أن أطرح السؤال على أستاذ عبد مجيد مراري كيف تنظر إلى هذه الفئة من الذين يذهبون إلى يرتمون في أحضان تنظيم إرهابي هل قضي نهائيا عليهم أم من حقهم أن يعودوا إلى أحضان الوطن نعم في البداية نبدو أن نضع لهذا الموضوع إطار قانوني باعتبر أن النقاش الأكبر نبغي أن يكون في وجه يأخذ مصار قانوني يبدو ذلك نعم فالأصل هو أن نفترض البراءة قارنة البراءة هي الأصل فالمتهم بريء إلى أن تتبت إدانته نعم والقضاء العراقي ومعروف القضاء العراقي يعني استبعد تماما أن تكون عملة هذه المتهمة بنزها وتمتيعها بشرط المحكمة العادلة هذا من جهة لا أدفي على حق حق في محاكمة عادلة التي أنتفيت حتى في حق مواطنين عراقيين مشتغلنا على ملفات حقوقية في عين المكان في العراق وفي مواطنين أجانب وتبتة لانتهاك في حقهم هذا من جهة يعني حتى تكون هذه الصورة واضحة يعني من وجهة نظر حقوقية وقانونية الدولة المتحضرة هي التي ترعى حقوق الشخص المتهم حتى ولو كان إرهابيا نعم حتى ولو كان إرهابيا هذا حق هذا لا ينتزع حق الجنسية وحق المواطنة هذا حق لا يسقط إلا بالوفاة لا يسقط إلا بالوفاة وإذا كان هناك حكم قضاء يسقط الجنسي أصلا هو حكم غير قانوني لذلك الدول التي بين عقوبة دول مثل دول الخليج مثلا الإمارات وغيرها لها أحكام إسقاط الجنسية فأحكامها غير قانونية لا يعقل إسقاط الجنسية بالنسبة لأنهي قانون باب الظبط نعم بالنسبة لأنهي قانون كل بلد لها سيادتها من حقها تقول مين المواطن ومين المشمواطن إسقاط الجنسية هذه الزلة التي كادت أن توقع بحكومة أولوند يعني أولوند هنا هنا في مشروع إسقاط الجنسية في فرنسا طبق هذه القانون في التعاني عندما تراجعوا عليه أثناء الحرب العالمية التانية كل الخوانة الفرنسيين تشارت منهم الجنسية وتشارت منهم الحقوق وتشارت منهم كل حاجة يبقى حق لأن هذا حق انتماء الوطن لا ينتزع أليس من حق الوطن أن يعاقب من خانه نعم الخيانة نأتي إلى الخيانة نأتي إلى الخيانة وتتعاملنا هناك قانون ينظم ذلك إذا تعملنا معهم كمجرمي حرب وكخوانة فهناك قانون ينظم ذلك تأتي إلى فرنسا وتحاسب في فرنسا بالفعل أن مكان ارتكاب الجرم هو العراق من حق السلطات العراقية وحفاظا على يعني على السيادة على سيادتها أن تحاكم هذه السيدة على ترابها من حقها ذلك لكن على فرنسا أن تدافع على مواطنها كذلك فهي مواطنة من العرف ليس قانون العرف الذي يجري الآن وما سيجري بعد هو أنه بعد أن يتم يعني تستنفى الجميع ماذا تقصد تدافع عنها يعني تدافع عن مواطنها مواطن فرنسي مثلا لننسى الإرهاب تتاجر في المخدرات يلقى عليه القبض يعني متلبسا في مكان ما من العالم تدافع عليه فرنسا فرنسا دافعت عن تاجر المخدرات دافعت في قضية دافعت في قضية لسنا بعيدين عنها في أندونيسيا لما اعتقل أحد مواطنين فرنسيين وفي حوزته مخدرات للاستهلاك ما العلم أن قانون البلد يجرم الاستهلاك ويؤدي إلى الإعدام حمل المخدرات يؤدي الإعدام دافعت عليه فرنسا بل ومعرصت ضغطا من أجل الرائع وهذا إلى فرنسا بدون أطع حديثك إندونيسيا مرتكبتش 246 قتيل على الأراضي الفرنسية جرائم تكيف جرائم أنا متفق معك في جرائم المجرم مجرم المجرم مجرم أنا أتحدث على شروط المحكمة المجرم مش مجرم فيه مجرم عادي جنائي عادي زي اللي أنت بتتكلم عليه ده تتجر المخدرات وفيه مجرم حرب اللي هو يعني انتمى للعدو وحرق بطاقته الشخصية واندمج مع عدو فرنسا اللي تسبب في مئات القتلى والمنصبين ده فرنسا ملهاش أي واجب نحوه مجيد بودن العملية سهلة إما أن نريد بكلامنا أن نكون شبيهي الأرهابيين ونتكلم مثلهم يعني تقصد تطبيق العين بالعين وسن بسن أيوة لذا فالآن نعترف أن الأرهاب انتسر وإذا أردنا أن ندافع على دولة القانون ودولة الحريات فيجب أن نتعامل بطريقة مختلفة بطريقة حضارية ولا نتعامل بطريقة الثأر أولا أن نحترم القانون ماذا يقول القانون ما الفرق بين العقاب والثأر العقاب هو تطبيق القانون على فعل يخالف ذلك القانون والقانون في هذا المعنى هو أن نحترم الإرادة العامة والإرادة العامة تحترم الحقوق الفردية أي الحقوق الأساسية هذا هو القانون الثأر هو أن كل شخص له سلطة أن يطبق قانونه الشخصي ويكون الآمر الحاكم بأمره محدش بقول كده لذا لذا سنصل إلى ذلك ماذا يقول القانون القانون يقول أن كل شخص أذنب وهنا سنوضح الأمو بشكل واضح ولا غبار عليه هذه المرأة هي أرهابية وتستحق تلك العقوبة ولكن هناك كيف تسلت هذه العقوبة تسلت بجهاز يعطي للشخص إمكانية الدفاع عن نفسه لا يعني ذلك التسامح يعني ذلك أن هذا الجهاز هو جهاز يحترم الحقوق لأن يوما ما ستكون أنت الحاكم ستكون في قفص الاتهام وستطالب بالعدالة والخطأ الذي يرتكبه الحكام في معظم الأحيان أنهم لما يحكمون يحكمون بأمرهم وليس بالقانون ثم لما يكونوا في الطرف المقابل يقولون أن المحاكمة غير عادلة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هي موضوع قانون الحرب قانون الحرب لا يقول هذا قانون الحرب هو قانون حضاري جدا هو قانون يمنع التجاوزات هو قانون يفرض المحاكمة العادلة وموضوع الخيانة موضوع الخيانة له أصول كل دولة لها الحق أن تدافع عن كيانها وأن تقسي الخائنين ولكن تقسيهم كذلك بالقانون وهذا هو شرف الديمقراطية وهذه حماية الديمقراطية وهذه حماية دولة القانون سؤال إذا كنت ممكن أستطيع بس أرد على نقطة دلوقتي القانون بيقول أن الناس اللي ارتكبت جرائم على أرض وطن آخر تحاكم في هذا الوطن لذلك فرنسا ما تقدرش تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية الناس دي الجرائم بتاعتها ارتكبت على أرض العراق وإحنا بنعترف بالسلطة العراقية وبنعترف بالقضاء العراقي وهي تدخلت بالمناسبة هي تدخلت لأنه مفروض أن الحكم بالإعدام وعلى فكرة أقول لك حقا ما أنا بقول لك المشاهدين لازم يفهموا أن فرنسا لا تستعرف بعض رقوبة الإعدام ولا تنفيد رقوبة الإعدام الحكومة الفرنسية نيتها مش أنها تعاقب مليلة أبو جدير ولا أي واحد من المقاتلين لأن لو كانت الحكومة الفرنسية جدية في عقاب هؤلاء كانت ما تمنعش السلطة العراقية أن تعدم المقاتلين دول هي تدخلت عشان في عدام يصبح تأبيدة وبعد كده أول ما هيتحكم عليهم في خلال وأنا قاعد وأنت قاعد في خلال السنتين الحكومة الفرنسية هتطلب استرجاع هؤلاء المسجونين في العراق عشان يتسيجن هنا هذه كلها لخبة هذه كلها لخبة السياسية هذا هذا موضوع سياسي في حملة انتخابية لأقصى اليمين لا هذه كلها مغالطة هذا تفكير حملة انتخابية تفكير حملة انتخابية نمط التفكير ونمط حملة انتخابية هذا بالضبط هي مرآة لتفكير داعش وهذا هو هذا هو الخطأ الكبير الذي لا يجب أن نقع فيه الموضوع سهل للفهم القانون يجب أن يكون حازم القانون يجب أن يكون حازم وليس هناك من يمكن أن يعطي درس في أن القانون يجب أن يكون حازم لكن فيه طريقة الطريقة هي احترام نفس القانون نحن نحتاج من السلطة العراقية خلينا نشيل المغلطات المغلطات فيه لما يقال أن الدولة الفرنسية لما تكون هناك جريمة في بلد على أرض بلد ثاني لا يمكن أن تتدخل هذا غلط لأن القانون الفرنسي يعطي للدولة الفرنسية إمكانياتين الإمكانية الأولى أن الدولة الفرنسية تحاكم مواطنيها في أي بلد في العالم لأي جريمة في العالم إذا اقترافها فرنسي الجنسية لا هذا القانون ليس فيه جدال لا لذا ماشي أنا بقول لك لين طب اللي محبوس في أندوليس هذا ما ركعنا لحظة 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 فرنسا يمكن إذا هناك خلينا نفهم بعضنا سيد طيب المبدأ هو أن فرنسا إذا وقع شكوى ضد شخص فرنسي قام بعملية تنسب لها جريمة في اندونيزيا أو في أمريكا يمكن أن تشتكي في فرنسا ماشي قل دمان أنا معك فيها فرنسا لها الإمكانية أنها إما أن تحاكمه في المحاكم الفرنسية أو أن تترك المحاكم المحلية تحاكمه بالضبط لأن لها هذا موضوع متباين تماما أن فرنسا لها ليس للحق أن تتدخل وتمنع دولة أخرى من محاكمة فرنسي لأن الشخص الفرنسي الممسوك في البلد الثاني يتبق عليه سيادة البلد الآخر ولكن هنا النقطة الثالثة ندخل في واجب الدولة الفرنسية لحماية لحماية مواطنيها أي أنها سوف تراقب عملية المحاكمة وتقول أن هل المحاكمة هي محاكمة عادلة أم لا وإن كانت المحاكمة عادلة فتقبل بذلك الحكم وندخل في النقطة الرابعة وإن كانت المعادلة ليست عادلة ستحتج الدولة الفرنسية لأن تطبق المعايير الفرنسية على تلك المحاكمة هذا المسار القانوني هذا المسار القانوني النظري المسار القانوني الموجود وليس النظري قانون حرب هو يخرق المبادئ لها قانون حرب وهناك قانون حرب دولي لا يخرق المبادئ العامة للقانون الدولي إضافة على ما قال الأستاذ بودن هناك اختصاص آخر للدولة تعطيه فرنسايا نفسها والاختصاص الولاء الشامل الفصل 222 من القانون الجنائي الفرنسي والفصل 689 من إجراءات الفرنسية يعطي الحق للقضاء الفرنسي أن ينظر في جرائم التعذيب التي ترتكب خارج فرنسا ولو كان ضحاياها غير فرنسيين ولو كان مرتكبوها غير فرنسيين يعطي الحق على الاختصاص الولاء الشامل هذا اتفاق دولي سيد الكريم ماذا تقول لفرنسا أن تنظر في قضايا أن تحاكم أناس غير فرنسيين هذه نموذج الدعوة المرفوعة هنا في فرنسا ضد شخصية سياسية كبيرة الدعوة التي أدخلها الملاكين المغربي ضد مدير مخابرات المغربية الدعوة التي مرفوعة هنا ضد إبراهيم محلب ورئيس الوزراء السابق المصري دعوة المرفوعة عدد السيسي هنا في فرنسا في الإطار قانون جنائي فرنسي قانون جنائي إحنا بنتكلم على قانون حرب يعني إحنا آخر مرة طبقنا قانون الحرب كان بعد الحرب العالمية التانية على الناس التي خانوا فرنسا ولبسوا الأونيفورم الألماني هل الناس دي لما تمسكت في دول أخرى فرنسا ساعتها بعدت محميل عشان يدفعوا عنها؟ سيدنا نحن أمام قانون طوارئ ليس قانون الحرب أمام قانون طوارئ نحن بنطالب بتطبيق قانون حرب لأننا علينا حرب ضد الإرهاب وضد الدولة الإسلامية بس نحن أمام قانون طوارئ بهذه الشعارات سنسقط في أحضان داعش لا وسنكون داعش سنعطيها الدليل القاطع أن المجتمع عدالة لا 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 ليس عدالة هذه عدالة شخص قاعد في مكتب داعش ما بتفهمش غير القوة هو تفتكر البلالين البيضة والشموع والكلام دا كله هو ليست بهذه البساطة الموضوع ليس موضوع داعش الموضوع هو موضوع المجتمع المجتمع يجب أن يحترم يحترم مبادئه مبادئه وأن لا ينساق وأن لا ينسخ داعش قانون من إحدى المبادئ يا متر من إحدى المبادئ أن أي واحد بيخين البلد بيعدم الكلام دا حصل بعد الحرب العالمية الأولى بعد الحرب العالمية التانية أيوة في فرنسا فرنسا ألغت عقوبة الإعدام ماشي ماشي لها ألغتها في إطار الجنايات المدنية ماشي الجنايات الحرب فرنسا ليس فيها حق في قانون الإعدام هذا انتهى من الدول الموقع ماشي 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 لكن العرب فيها سؤال لينا تدخل في الفلسط سؤال 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 هل أنت من الذين يدعون إلى إعادة عقوبة الإعدام بشأن مرتكبي الإرهاب لا طبعا أنا ضد الإعدام في الحالات الجنائية العادية لكن في قانون الحرب الخاين لازم يعدم أيوة أكيد الإرهابي يعدم الإرهابي يعدم الإرهابي يعدم الإرهابي ده مقاتل إلى دولة عدوة أطلقت العدوان على فرنسا ده مش حرامي صغير بيسرق تفاحة في سوق ليش فيها تبادل أسرع ليش فيها تبادل أسرع في الحرب في قانون الحرب ليس قانون همج إعلان روما أنا مش بكلم على مقاتلين إعلان أستاذي اسمعني موقت مقاتلين مواطنين اتماسكوا لكن نحن بعيدين نناقش نحن بعيدين كل البعد على ما تقول صراحة نحن بعيدين كل البعد نحن لسنا أمام حالة حرب نحن الآن أمام حالة مواطنة فرنسية ارتكبت جرما تعاقب حكمت عليها محكمة عراقية في حكم ابتدائي ليس نهائيا ما الذي ارتكبته ميلينا بوضي أنت لسه بتقول لازم نحدد الإطار الإطار بتاعنا إطار حرب ليس إطار جنائي عادي يمكن أن نقول أن هناك إطار حرب ولكن الدول الدول القانون تصل إلى نفس النتيجة بأسليب مختلفة بأسليب متحضرة أنا معاك لذا يجب أن نتجنب بشاعة داعش وأن لا نقتدير الأسليب المتحضرة أننا نحترم القوانين ونحترم الدستور ونحترم الهيئات بتاع الدولة التي تحاكم فيها هؤلاء لا 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 لحظة هذا كلام هذا كلام يعني تابع للقرن التاسع عشر على القانون الدولي خليني أقول لك لماذا تاسع عشر لأن كانت هناك في معاهد فستفاليا في القرن السابع عشر 1648 يقول أن كل دولة يجب أن تحترم سيادة الدولة الأخرى بالضبط ولكن هناك مبدأ أساسي في القانون الدولي هناك العرف ما يسمى بالحد الأدنى للمعاملة المعاملة العادلة والمنصفة هذا المبدأ كل دولة تريد أن يتبق على رعاياها وعلى مواطنية حتى لا يقع التنكيل بهم أو المس من حقوقهم في دولة أخرى وهذا هو واجب الدولة المعترف به قانونية هذا النقاش سيطر عليه البعد القانوني له أبعاد أخرى سياسية لا أبعاد أخرى خلينا ننهي الموأة لنقطة القانونية ثم ندير وثم نتقل المجلة الأخرى هذا المبدأ هو مبدأ أساسي لحماية المواطنين مهما كانوا لا ننظر إلى ما فعلوا قبل أن ننظر إلى هذا الحق الكامل وهذا واجب الدولة وليس حق للمواطنين فقط بل هو واجب الدولة وهذا هي حماية للمواطنين مش حماية للمواطنين مش حماية للمواطنين أنت اليوم في موقع في موقع في موقع شبه السلطة ولكن أشكرك شبه السلطة فال كويس لا 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 شبه السلطة خلينا أقول لك شبه السلطة تريد أن تنبؤ سياسي لا لا خلط هو موقف شبه السلطة كل إنسان يريد أن يرمي إلى الوصول للسلطة يتكلم بهذا المنطق ولكن هذا منطق السلطوي هو منطق خاطئ طيب لأن هذا مبدأ مبدأ المعادلة عفوا عفوا خلينا نكملها النقطة ونقفل النقطة هذه هذا يجعل أن السيادة ليست مطلقة وكل دولة يمكن أن تدخل في سيادة الدولة الأخرى لتحمي مواطنينها وهذا كسب كبير في القانون الدولي ومنعج كبير في القانون الدولي لحماية الحريات والحقوق ماشي بس الآن حق الدولة ما قدرش يحمي المتين سبعة واربعين واحد اللي ماتوا من خلال الإرهاب شوف فإحنا ممكن نتكلم لبكرة الصور بالنسبة لدولة الحق ودولة القانون إحنا دلوقتي أنا ملاحظ لا يمكن لا يمكن أنا ملاحظ لا يمكن أن تتهم الذين يريدون دولة القانون بأنهم يدافعون لا هقول لك لي هقول لك لي بس سيجن رد لك النقطة دي نقاش أصار ثنائي لدينا ضيب ثالث لم ينصيبه من الكلام لدي سعاد المجد نتقدم طبعا هذا المشهد مشهد الحرب في مناطق أخرى عشناه من قبل عشناه مثلا في 2001 بعد 2001 ألقي القبض على مواطنين فرنسيين وذهب وأخذوا إلى غوانطانامو إلى غوانطانامو وهناك من عاد من غوانطانامو هناك من عاد من غوانطانامو عاد بما يشبه الندم بل هناك من صار يسعى بين الشباب الفرنسيين ويقول حذاري حذاري أنا أخطأت لا ترتكبوا الخطأ ذاته لو طبقنا على ذلك الشاب في غوانطانامو هذا المنطق الذي يقول اعدموه اسجنوه مؤبد إلى آخره هل كان بإمكانه العودة والشهادة بالخطأ الكبير الذي وقع فيه لو طبقنا منطق الإعدام ومنطق المحاملة سنصنع دواعي الجدد سنصنع إرابيين جدد بهذا المنطق على العكس المقاربة الاجتماعية هي أهم مقاربة ولكأنك تريد أن تدخل إلى هذه المقاربة الاجتماعية احتضان هؤلاء إعادة إدماجهم في المجتمع هناك المغرر بهم هذه السيدة هي ملتهمة تبقى ملتهمة رغم أن الحكم لأنه ليس هناك دليل على ارتكابها أي جرم هي تهمتها أنه كانت نفت أنها غضو في الشرطة الشرطة الداعش وهذا ما أوضحه الحزبة نعم الحزبة نعم ما يسمى في الحزبة وهذا ما لم يكن القضاء العراق على طلع به ولا الشرطة القضائية على طلع به من أعطى هذه المعلومة؟ المحامل الفرنسي الذي ذهب عندما ذهب الدفاع عليها سأل هذا السؤال هل حقا كنت عضوة في الشرطة الداعشة؟ القاضي يأخذ خبر من الجلسة لذلك مصار الجلسة تحول بناء على ثلاث أسئلة طرحها الدفاع الفرنسي فمصار الجلسة أخذ فبالتالي ليس هناك أدلة واضحة على ارتكابها أفعال جرامية وتقول هي تصرح والمتهم يبقى بريء ومن عليه أن يتبهت البراءة؟ ليس المتهم والإدانة من عليه أن يتبهت الأدنة؟ القضاء عليه أن يتبهت الإدانة بالأدلة الكافية والمتهم ليس عليه أن يتبهت براءتهم ومن خلال تصريحتي هي تنفي وتقول بأنه غرر بها وبأنها كانت مختفية وأنها كانت في حالة اختطاف من قبل زوجها طبعا لا تقول كده أمال هتقول إيه؟ لكن عندما يتبهت دائم هتسألوها يقولك إذا ما عملتش حاجة؟ نعم لأنه كان ممنوع عليها الخروج من هناك وبعد ذلك أنا أريد أن أردد بس على جودة بتاعتك دي أنت بتقول المثل مصبوط خالص المثل على الجوانتانامو ورجل اسمه بن شلالي يعني أنا معاك هل فرنسا عندها حاجة تشبه لجوانتانامو؟ نعم لن عندناش حاجة تشبه لجوانتانامو السجن جوانتانامو كان سجن غير عادي الشروط الحبس جوه غير عادية وده ممكن يكون أدى إلى تغير وهل السجون العراقية جنة؟ هنا عندنا السجون لا أنا بقول أن هنا عندنا السجون بتشجع على التطرف يعني اللي بيخش فيها عادي بيطلع منها متطرف هذا مشكل دولة طيب أستاذ ماجيد بودن لا يمكن أن نتجاهل ما يقوله الأستاذ جون مسيحة وهو أن السجون الفرنسية أصبحت مدارس للإرهاب صحيح يدخلها الشاب دولة القانون دولة القانون دولة القانون هي التي تحمينا دولة القانون هي التي تحمينا السجون الفرنسية والسجون العادية هي مولدة لهذا النمط الفكري الإرهابي لذا عملية القوة البحثة هي عملية جربت ولم تنجح ولن تنجح لا لسا بيقوله لكن الحرب على الإرهاب هي حرب قانونية حرب قانونية حرب سياسية ثم حرب الجبهة الأساسية في محاربة الإرهاب هي في الرأس هي في التفكير من يفعل ذلك؟ من هي المجتمع؟ ده ما أقول أنت تتكلم على كل وسائل الحرب ضد الإرهاب ومجيبش ولا مرة في للحرب الأمنية والعسكرية تحددتم عن السجون تحددتم كمكان للتطرف ولتطعيم التطرف هناك مكان آخر وخطير جداً لا وهو المدرسة هؤلاء الذين ذهبوا إلى داعش كلهم تمدرسوا هنا في فرنسا بمختلف جنسيتهم ما العلاق كلهم أبناء مدرسة تعلموا في المدرسة الفرنسية؟ تعلموا الإرهاب في المدرسة الفرنسية؟ الفشل منظومة التعليمية كيف لهذا الطالب وهذا التلميذ أن تنطلع عليه خدع وأن تطلع عليه أفكار من هذا القبيل كيف؟ بمعنى أنه منظومة التعليمية في فرنسا فاشلة لم أستطيع أنا مش موافق مع كلام ده طب في 30% من الطلاب بتطلع فاشلين إشبالهم هم دول بس اللي بروفهم نظر إلى نسبة المشاركة أنا لا لا أنا مش موافق لغلط فرنسا 35% مش غلط فرنسا بصراحة هؤلاء بصراحة نسبة مهمة لا يمكن يعني النظريتين مختلفة يعني ليست صحيحة فشل يعني توضع المسؤولية على فشل النظام التربوي الفرنسي يجعل مبرر لذلك بالضبط لذا هذا عملية خاطئة تماما أنا موافق مع هذا العملية خاطئة تماما العملية وين؟ العملية هناك أسباب اجتماعية الفقر والبطالة ولكن هذا لا يبرر ذلك المبرر هو موضوع هو موضوع جزائرها بعدم استقبالهم هو موضوع هو موضوع جزائر هذا ببررها لأنهم لم يتمدرسوا عندي تمدرسوا عندكم لن أستغل هذا كلام سياسي هذا كلام سياسي وكلام سياسي خاطئ أنا لما أقول للطيارات للطيارات أقسى اليمين أقولها للطيارات القومية والطيارات الإسلامية هذه كل تفكير خاطئ ماذا نفعل بالعائدين أستاذ جون مسيحة ماذا نفعل بهم؟ يريدون العودة يعتبرون أنفسهم لا أقول لك بص إحنا منطقيين جدا إحنا لا نريد عودة هؤلاء لسببين حتى الذين يقولون غرر بنا أخطأنا نريد العودة لا لازم يقولوا كده كيف نصدقهم كيف نصدقهم أي مجرم هيبرر عن نفسه أقول لك أنا ما عملتش حاجة وإضحك علي وإلى آخر إحنا عندنا ربعمية نجح الآن بص أقول لك حاجة عادوا ونجحوا عادوا ونجحوا الآن يعملوا حملات الآن توقعوية الشباب وكده لا نادر جدا الإثبات إن إحنا بيقول عندنا 85% من الناس اللي حاولوا يرجعوهم لحياة طبيعية ويشيلوا من عقولهم الفكر المتطرف 85% ما نجحوش في هذا المقامل ده أول شيء تاني شيء إحنا دلوقتي عندنا من 10 إلى 12 ألف مشتبه به عايشين هنا في فرنسا أجانب وفرنسيين السلطات الأمنية الفرنسية بتراقبهم ليل ونهار طيب هل إحنا عندنا مكان نزود هذا العبق على السلطات الأمنية ونرجع ناس عندها خبرة في الإرهاب وفي القتل وقاتلتها ديلها أشهر ويمكن سنين على ساحات حرب أجنبية نرجحهم هنا في فرنسا مثل قنابل مفتوحة ممكن تتفكر في أي وقت والقصة لا طبعا إذا كانت ميلينة بوغدين مثلا أمًا لأطفال ماذا نفعل بأطفالها الأطفال ممكن يرجعوا الأطفال ممكن يرجعوا لكن مشاريع الفرنسي اشتاد هنا الإرهاب زي ما يقول المشاريع الفرنسي اشتاد المشاريع الفرنسي اشتاد في هذا الأمر فيما يخص الأطفال الإرهاب ملهوش يعني ملهوش جنس فيه ستات إرهابية برضو وفيه طبعا رجالة إرهابيين فإحنا مفيش عنصرية جنسية في الأمر إحنا بنقول دلوقتي السجون عندنا مليانة الجهات الأمنية عليها حمل غير طبيعي فحاجة من الاتنين الـ 11 أو 12 ألف فيه منهم أغلبية أو جزء كبير منهم أجانب إنت بشراج القانوني فيه فصل 411 في قانون الجنائي الفرنسي بيقول أي واحد متطاوق مع دولة عدوة لازم يطبق عليه حكم يا يترحل بره البلاد إن كان أجنبي يعني مفيش بلد في العالم بتحتفظ على أراضيها بناس أجانب تمثل خطورة على الأمن القومي بتاعها ده حاجة مش معقولة وبالنسبة للناس اللي هما فرنسيين ومشتبه بيهم في العمليات دي يسجنوا بطريقة أمنية فصل 411 بالقانون الجنائي يتسجنوا نعم عقوبة شعر ده متفق بعد كده أول ما منخفف الحمل المهول ده على السلطات الأمنية وبرضه نعالج المشاكل اللي في السجن من ناحية التطرف ومن ناحية الأماكن المخصصة لهؤلاء ممكن نتساءل بعد كده أستعير منك نقطة خاصة وهي متابعة هؤلاء أمنيا أستاذ عبد النجيد مراري يعني متابعة شخص واحد ليلا ونهارا تقتضي عدد كبير من رجال الأمن يعني ليس رجل الأمن واحد يعني يتابعه كالظل لا هناك فرق تتداول عليه هناك آخرون يتنصطون على مكالماته إلى آخره وقد يخرج عند الساعة الثانية صباحا مثلا فلا بد من أن يكون هناك من يتابعه فالعملية مكلفة جدا بقاء هؤلاء حيثهم الآن أليس هذا أليس فيه يعني إلى حد ما ألا يريح الأجهزة الأمنية الفرنسية التي عبؤها يقل نعم هذا ما قال لودريو ما قال وزير الخارجية الفرنسي أن يبقوا هنا أحسن بل أن يموتوا بل ذهب أبعد من ذلك قال أن يموتوا أحسن من أن يعودوا إلى إلى فرنسا هذا موقف موقف سياسي لكن نحن كحقوقيين حق المواطن ندافع عليه حق هؤلاء المواطنين أن يحكموا هنا في فرنسا أن يحكموا بالمؤبد هنا في فرنسا لماذا؟ لأن هنا في فرنسا سنضمان لهم شروط المحاكمة العديدة ولن نضمان لهم شروط المحاكمة العديدة ونحكم في غير فرنسا هل المحامي أو الحقوق يراعي كذلك حقوق المواطن الفرنسي الذي يريد أن يعيش بأمان بدون إرهاب نعم لذا نحن قلنا يأتي ويحاكم هنا في سجون خاصة بالفعل أن السجون الفرنسية تخرج لنا متطرفين نسبة كبيرة من تطرف داخل السجون لماذا؟ لأنه عندما انتحدث عن المرشدين الاجتماعيين أو المرشدين الدينيين داخل السجون هناك هناك يعني يعني واحد ضعف كبير وفقر كبير جدا سجن في البنت في واحد واحد الله يعلم به بتكوينه أموني يعني الواعد الواعد تكوينه كيف هو تكوينه هناك ناس لهم فكر مستوى معين بعض الشهادة تقول مثلا إن المتطرف عندما يأتيه هذا الواعد في السجن لا ينظر إليه لا يصغي إليه أصلا لا يصغي إليه على الإطلاق لماذا؟ لأن تكوينه لا يناسب على الإطلاق تكوينه تكوين ضعف جدا لا تكوينه على المستوى الديني ولا تكوينه على المستوى السياسي ولا المستوى الواقعي ضعف جدا فنأخذ الناس يعني ديبلومات نعرف باك بلس دو يتحدثون عن باك بلس دو بكالوريا زي 2 نعم بكالوريا زي 2 تدخل للسجون تجد الناس عندهم دكتوراه دكتوراه في فكر متطرف فبالتالي كيف أنه سيقنعه أي جامعة هذه دكتور سيقنع فكر المتطرف صعب إذا ابتعدنا على نمط الفكري المتطرف حتى في مواجهة التطرف نرى أن القانون يسمح بوقاية المجتمع الأرهاب هي حرب شاملة ولم أكمل ليست هناك حرب على الفكر فقط ولكن هناك حرب أمنية وكذا وإذا دخلنا إلى الجانب الأمني القانون الفرنسي ومبادئ القانون العام في فرنسا وفي كل بلاد الديمقراطية تسمح بذلك أن الدولة يمكن أن تتخذ إجراءات تحفظية ضد شخص وقعت القرائن أنه سيقوم بعمل إرهابي هذا الفيشي أس يمكن أن نصل إلى درجة من القرائن أن تسمح للدولة بأجهزتها الأمنية بتصنيف بتصنيف أعلى من الفيشي أس نعم وأنا الرأي يتوجه إلى إعادة النظر في موضوع الفيشي أس وفي موضوع السجون موضوع السجون بهذه الدراسات وهذا الوعظ وكذا هذا موضوع يعني ليس جدي لأن الأرهاب أعمق من ذلك ولكن يجب إعادة النظر في هذه في المجموعة التربوية ومجموعة التأهيل بشكل معمق أكثر ويجب أن يواكب ذلك بعمل وقائي للمجتمع هؤلاء الذين قاموا بهذه العمليات الأخيرة كلهم على القائمة هناك إمكانية للدولة الفرنسية وللأمن الفرنسي وللشرطة وللمخابرات وللأمن أن يقوموا بعمل أكثر من الرصد بأن يقوموا بأن يقتنوا الأدلة التي تنبه بقيام أو وشوك قيام عمل إرهابي ويمكن الإنقذار عليهم ووضعهم في وضع تحفظ بين عشية النوضحة أستاذ ماجيد شخص قرر أن يركب شاحنة وأن يهجم على الناس في شارع في نيس كيف تنتبه لأمره هذا هو عمق وجدية العمل الوقائي الأمني وهذا العمل يجب أن يقع فهمه بشكل أوسع للمحافظة على المجتمع لا أنا بقى عندي ردل ده لو كان طبك بند 411 أنا كنت أتكلم عليه الرجل ده كان أجنبي وكان إلى حد ما ارتكب قبل ذلك جرائم على الأرض الفرنسية صحيح مش إرهاب بس جرائم لو كان طبك هذا القانون أنت أجنبي في بلد ارتكبت ضدها جرائم وما راعتش احترام البلد اللي هي مستقبلاك وعطيك إقامة المفروض كان يخرج هل هم فرنسيين اللي قاموا بعملت فرنسيين لا اللي في التعنيس ما كانش فرنسي طيب الأخير في تولوز وليه معاملة برضو لأن كل دور كانوا في شيئاس الفي شيئاس ليه معاملة لو كانوا فرنسيين لازم يتسجنوا لكن أنا عايزة أعمل تعليق على الأستاذ إحنا دلوقتي عايشين في بلد ذاتة ديكتاتورية قانونية يعني كل ما نحاول نعمل حاجة تحفظية ضد الإرهاب يقولك لا ده ضد دولة الحق حتى مش ضد الإرهاب هو شيئارها البلاك بلوكس لما أعلن إن في 1500 واحد مخرب جايين داخل مظاهرة يعاقب قال لك لا ما نقدرش نعملهم حاجة دول ما عملوش حاجة إحنا في دولة حق أصبح دولة الحق النهاردة بتحمي أعداء الدولة وأعداء الحق لم يكن تحط الموطن الفرنسي هذه دعاية سياسية ده فاعلية 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 الذي يحمينا ويحمي حرياتنا هي دولة القانون والقانون ما حاميتش لا بص كم عملية الهبية وكم ناس ماتوا محميتش أنت كتكلم في الشعارات قانونية ليس لها أي نوع من الأرضية الفاعلية إذا المشكل في قانون المشكل في سياسة الأمنية للبلاد ترجو ترجو ما هي عيوبها؟ عيوبها هي أنه قانون طوارئ الآن قانون طوارئ الآن دائما في قانون الإرهاب فرنسي جاء بنفس قانون طوارئ بنفس أمني ويعطي صراحيات للمحافظ أن يعطي إذن في أي وقت خارج أوقات القانون خارج أوقات كذا بشبهة أو بوشاية من جار أو بقانون الإرهاب وتتحدث عن القانون بأن القانون هو المقيد هناك قانون إرهاب صارم يسأل فرنسية أولوياتها أنها تحمي دولة الحق وتحمي حقوق الإرهابيين وليس تحمي الوطن هذا لا يمكن الدولة الفرنسية الآن تحمي حق الإرهابيين غيرا غلا أيوة السياسة سياسة الناس يسقب البلد بأن تبقى فرنسا منسجمة مع قيمها أن تبقى ليس مثبتنا أن ت torqueهم إ commenting إحنا لازم نتكلم في وقائع إحنا دلوقتي عندنا 11 ألف في شيئس مشتبه بيهم في قضايا أمنية إيه الإجراءات اللي الدولة خدتها عشان تحمي البلاد من ده ولا حاجة أنا أقول لك سيبينهم في الطبيعة خلل في المنظومة الأمنية ليس في المنظومة قانونية إنت ممكن تتكلم لدخرة الصبح أن فيه أمن وفيه قانون حازم لكن فعليا فيه ما فيش حاجة إذا وقع حادث واحد لا يعني أن النظام كله غلط ويجب أن نرميه ونأتي بدولة ديكتاتورية كما تريد دولة ديكتاتورية اذكر لدولة واحدة في العالم بتحتفظ على أراضيها بناس أجانب بيمثلوا خطورة على الأمنية القومية أنت مركز على الأجانب وأنت أجنبي ماشي أنا فرنسي أنا أقول أنت أجنبي الأصل أنا أتكلم على الناس كلنا فرنسيين سبنا من موضوع العنصرية ضد الأجانب ماشي الأجانب حتى الناس الفرنسيين إيه الأجراءات اللي اتخذت ضدهم الفرنسيين اللي مشتوه بيه طيب أكثرية الإرهابيين هم فرنسيين يحملون الجنسية الفرنسية يجب أن نتعامل معهم من أهل هذا البلد ويجب أن يطبق عليهم القانون ونطبق عليه القانون بشكل صارم وهذا هو الوسيلة الوحيدة طيب ما بيحصلش طيب طيب هناك إخلالات وهناك قوانين متعددة الآن متراكمة وراء الواحدة وراء الأخرى وهي تعمق في حماية المجتمع والموضوع هذا قد اللي ضرب زبطين شرطة بسكينة في حي الأوبرا آخر عملية تمت ده كان فيش إس لو كان تمت يجب يجب أن نقوم بعمل تحفظي ضد هؤلاء الأشخاص وهذه هي دولة القانون والوقت قد انتهى مع الأسف أشكركم ضيوفي الأعزاء الأستاذ المسيحة شكرا لك أستاذ عبد المجيد مراري ولك الشكر كذلك أستاذ مجيد بودن مشاهدين الأعزاء الموضوع طبعا يستحق أكثر من هذا الوقت لكن هذا هو الحيز الزمني المخصص لهذا النقاش نحترمه إلى اللقاء ودود هو أفغاني حالم في كابول ينهض كل صباح من أجل تحقيق هدفه الأسمى وهو إنشاء محكمة عليا لمحاكمة مجرمي الحرب إلا أن ودود يخاطر بحياته في كل لحظة أثناء جمعه الشهادات فطالبان أعلنت أنها وضعته على اللائحة السوداء حتى زوجته لا تستطيع منعه من متابعة بحثه عن العدالة مراسلون عدالة ودود